بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من مقرر مادة سيليكت التوبكس هنشرح نارده عبعد بإذن الله تعالى موضوع جديد وإن شاء الله مش هنطول فيه خالص مش هنطول فيه خالص فعلا لأن أنا يعني عايز نجيزه لأن الفضل يعني نتحن مدة صغيرة خالص فيعني كان نفسي أشرح معك بتطويل ونقعد بقى نشرح كل حاجة فيه وتطلع منه مستفيد يعني فايدة كاملة وفايدة زيادة كاملة وحبينا ونحل بقى أسئلة ونقلف لكنه نهارده هعمل المنمم ليفل خالص هنشرح اللي سليد سريعا جدا وهم 18 سليد كلهم وبعدها هنحل لأسئلة هو عبارة عن أسئلة الكوزات فقط 35 سؤال وفيهم كمان أسئلة متكررة وإن شاء الله يأتي منهم ويبقى أنت ممسوط ساعتها ودعواتك ليا ويلا بينا عطول في الشرح بيقول لك الدرس النهارده بيكلم عن إيه حاجة شبهة اللي خدناها بكده فاكر درس الراي لما تكلمنا عن المية فيه ونبنرو بيها الأراضي الزراعية وكده النهارده مش هنتكلم عن الراي قد ما هنتكلم عن المية بشكل عام بقى المية خاصة بقى للمية اللي بنشرب بيها مية الشرب العادية خالص والمية اللي بنرو بيها الأراضي والمية اللي بنعمل لها إيه عايزين نتخلص من المية اللي شربناها بالفعل أو اللي صرفناها من عندنا سواء صرف عادي اللي احنا من البيوت ومن الإسكان العادي أو صرف زراعي اللي بنسميه إيه عملية الصرف الصرف بتاع المية المية المهدورة المية اللي تم استخدامها بالفعل فهنتكلم نهاردة عن المية والمية المهدرة أو المية والصرف الصحي نتكلم عن قطاع كبير من الدولة القطاع ده بيتكلم عن ايه او بيدرس ايه او بيهتم بدراسة ايه في الدولة او بتسيير ايه في الدولة بيتكلم عن قطاع المياه والصرف الصحي كلمة ووتر يعني مية يعني المية المهدرة او المية المستخدمة او المية اللي احنا عايزين نصرفها ما ينفعش أقول لك إزاي أوصل لك المية فقط وأنا كدولة أقول لك بقى تصرف فيها براحتك لا بعد ما تستخدم المية بتنزل في المواسير المواسير اللي نزلت فيها ده تروح فين هتصب بإيه نرميها في النيل لا طبعا هنشوف لها صرفة هنعمل فيها إيه هل ممكن نعيد تدورها عشان تستخدم مرة أخرى في الرأي الزراعي مثلا هل ممكن إلى آخيري ده اللي بقى هندرسه النهاردة وده اللي موجود لي قطاع كبير في الدولة اسمه إيه الدائرة في سبع عنوان إيجيبت سووتر المية بتاعت البلد ما لها بقى المية دي أنسانيتيشن سانيتيشن يعني الصرف الصحي عملية الصرف يعني أنا بصرف المية ومفوضة صرف ده بشكل سليم مرموش في النيل مرموش في البحيرات ملووس بي البيئة أعمل أحاول أعمل محطات لمعالجته فده بنسميه الصرف الصحي أو سانيتيشن إيجيبت سووتر أنسانيتيشن سيكتور يبقى قطاع المياه والصرف الصحي التابع لمصر هناخد أوفر فيو عنه أهم جملة ناخدها النهاردة من الوزارة المسؤولة عن الليلة دي كلها وزيادة يبصوا بقى وزارة مدمجة كده ببعضها أظنك سمعت الاسم ده كتير قوي بيقولك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مية في المية ما تقرأ الاسم هتدرك أنها لا تتكلم عن موضوع واحد الوزارة دي من جوه وزارة كبيرة جوها مجموعة كبيرة من القطاعات بتشتغل على مجموعة مختلفة من قطاعات الدولة فهتلاقي جوه ايه منستري أوف هاوسينج بتتكلم عن الاسكان وعلى فكرة المضوع منطقي جدا أنه حنربط الحاجات دي ببعضها يعني مش حاجات متفرقة لم نجمع بين متفرقات لا ده هي حاجات دي لازم تنضم لبعضها لأنه بيخدموا على بعض ماينفعش أعمل وزارة للاسكان أيوة اسكان إيه بقى بس كده لوحده لا فالاسكان معه أو المرافق العامة المرافق بشكل عام عايزين نوصل للبدة مرافق بكل ما تحوي كلمة مرافق كهرباء وغز ومية إلى آخره والمجتمعات العمرانية وهذه الكلمة لم تزد شيئا عن مجرد أنه في اسكان وصل له مرافق فهنجيب اسكان جمب اسكان جمب اسكان تلعلك مجتمع عمراني مبروك عليه فالوزارة يبالك أنها كلمات متفرقة ولكنها كلمة بتصب في معنى واحد أنه نحن عايزين ندرس الإسكان الناس عايشة إزاي فالناس عشان تعيش يبقى محتاجين نعمل إسكان ونوفر في الإسكان ده أو مرافق أو خدمات والهيصة دي كلها لما تتلمي على بعضها يبقى اسمها أو مجتمعات عمرانية يبقى دي الوزارة اللي هنتكلم عنها النهاردة وهناخد كل ما هناخد كل معلوماتنا منها فهيجي في الانتحان ده ما نقول لك وفقا لما قالته كذا كذا ويسألك فاهم فبس كده عرب ريبوبليك أوف إيش الجمهورية العربية المصرية طيب تعال بقى إينا هو بيقول لك الوزارة اللي أنا قلت لك إنها متشاعبة من جوة دي اسمها إيه اسمها منستري هدي حرف الام أوف هاوسينج اللي هو هدي حرف الـ اللي هو الإسكان يوتيليتيز اللي هي خدمات أو مرافق أربان كوميونيتيز أو أند أربان كوميونيتيز يعني المجتمعات العمرانية بيختصرها بقى الوزارة دي من الظاهر إن جواها قطاعات مختلفة مش هينفع نشتغل يعني مش هينفع تختزل الوزارة دي في وظيفة واحدة بتعملها لا ده بتعمل عدد من الوظائف أما تيجي توصل الخدمات غير لما تيجي تبني مشروعات جديدة أو تنشئ مشروعات جديدة وتتممها غير لما تيجي تعمل واحد اتنين تلاتة اربعة حاجات كثيرة قوي فالوزارة من جوة لها تقسيمة إدارية لها تقسيمة مؤسسية كلمة مؤسسة أي أنها تتأسس أو تتألف مجموعة من العناصر جواها مجموعة من المكاتب التنفيذية ومجموعة من الإدارات المختلفة اللي كل واحد منهم بيتعلق بجانب معامل الإنجازات أو من الحاجات المطلوب إنجازها فبيقول لك The sector القطاع ده بقى اللي بنتكلم عليه قطاع الوزارة ده كله عايزين نعرف institutional setup بتاعه الهيكلية الإدارية بتاعته أو المؤسسية اللي جواه متأسم إزاي من جواه فهنتكلم عن خمس قطاعات رئيسية جواه أو خمس حاجات عنوين رئيسية جواه خمس إيه مكاتب رئيسية جواه أول حاجة حاجة اسمها utility sector ده موجودة فين ده قسم داخلي جوا الوزارة اسمه utility sector يعني قطاع الخدمات أو قطاع المرافق أظنك بتسبع دايماً لو حد ينتبع سياسة يعني وأوضاع البلد وكده ليه يقول لك إيه كما قرر ذلك قطاع المرافق العامة قطاع المرافق قطاع المرافق أو تحت مظلة الـ Utility Sector تحت مظلة المرافق أو قطاع المرافق فده اللي بيحط القطر العامة اللي بيمشي عليها فيها بعد كل البقين فده بيعمل إيه؟ بيريفاين The policies of the sector بيحدد أو بيعرف السياسات بتاعت القطاع أو الطرق اللي هنمشي عليها أو الأسليم اللي هنتبعها أو المشاريع الكبرى هنعمل إيه؟ واحد حط القطط المنهجيات أو الاستراتيجيات إلى غير ذلك عشان نخلي باقي في متحان يسألك هيقول لك للأسف السؤال ده بيك في متحان يقول لك مين اللي بيريفاين The policies of the sector هي تقول له Utility Sector ده قطاع المرافق هو اللي بيعمل كده طيب مين اللي بييعمل maintenance operation بيدير العملية بتاعت المية والجو ده وبيصينها كمان هتقول له The water and sanitation companies الشركات بتاعت المية وشركات المية والصرف الصحي فيسألك عن كل حاجة من دول يبقى اللي بيعمل عملية التحديد للسياسات ده الليه قطاع المرافق Planning of the investments خلينا نقرب شوية بيعمل تخطيط للإستثمارات وبيحدد الأولويات أنا عايز ننجس بقى على الصعيد On national and programs level على مستوى أو على الصعيد القومي على مستوى البلد كلها بيحدد السياسات والإستثمارات لنا نتبعها وإيه الأولويات اللي نمشي عليها وإيه البروغرام المفروض نطبقها يعني إيه بروجرام هدف كبير جدا عايزين نحققه نظام أو برنامج الغذاء العالمي أو برنامج الغذاء المصري جوة مصر هنا برنامج حياة كريمة حاجة كبيرة قوي عشان نحققها هنضطر النفس تحتها عدد من البروجيكتز اللي حضر معنا بقى كورس البي ام هيبقى فهم الكراندا كويس بعدها بيقول لك Overall management يعني الإدارة الإجمالية كده أو العليا and follow up of investments implementation نحن كنفع من الوتيريس السكتور ده البرينس الكبير الإدارة العليا فبيعمل إدارة إيه إدارة كلية أو بيتتتبع سير عملية الاستثمارات وتنفذها يبقى أكيد اللي هينفذ ده تحتيه فبالتالي هو اللي بيحط السياسات العليا عشان التحتيه نفذها support financial resources allocation بيشرف على توزيع المرافق المالية أو الموارد المالية يدي للجزء بتاع المية مثلا يديهم مليون ويدي للدول 3 مليون ويدي للدول 4 و 5 مليون إلى آخره فهو اللي بيوزع حتى الفلوس مين هيعمل مشروع بكام وكمان technical support بيعمل دعم تقني هو عنده الإدارة العليا فإقدر لو حد عجز في حاجة أو حيطل في المشكلة أو المشروع وقف يبدأ يدخل تقنيا ويحله for different stakeholders لجهات المعنية المختلفة أو أصحاب المصلحة المختلفين stakeholders يعني الناس المعنية بهذا المشروع ممكن أي واحد فيهم يتعرض لمشكلة فهنا حتكين يدخل لحل المشكلة دي لي لأنه stakeholder متعلق بالأمر يعني مثلا في قرية مش لايه ميا فلادمن القطاع دي يدخل ساعتها ويحل المشكلة أنا بدي مثل طبعا لشان ننجز monitoring and evaluation regarding overall implementation and performance يقول لك متابعة وتقييم الأداء العام أو التنفيذ العام والكفاءة العامة للمشروعات المنفذة كلها اللي هننفذها تحت أو لبقية القطاعات يبقى بالاختصار Eleutility sector ده مسؤول عن الإدارة العامة كده من فوق ده أعلى سلطة جوه اللي إيه؟ الوزارة يعني خلينا نعديها كده دلوقتي عشان بس التفاصيل هتاخد وقت أنا مش عارف أولها الموضوع محتاج حاجة كافة ألبس المهم يعني هنطول فيها الحاجة اللي وراها نبدأ نخش في موضوع المية بقى باختصار كأحد أهم المرافق المقدمة في الإسكان أحد أهم الحاجات لاتما نقدمها ونوصل شبكات طرق وريق شبكات قصدي مية وصرف صحي للبيوت كلها فدي حاجة بتندلك تحت وزارة الإسكان ده اللي خليك تفهم ليه وزارة الإسكان معنية بموضوع المية طيام؟ بيقول لك بقى الحاجة التانية Egyptian Water Regulatory Agency Egyptian Water Regulatory Agency يعني ايه؟ Agency يعني مؤسسة أو جهاز بنسميه جهاز جهاز تنظيم المية وحماية المستهلك أظنك سمعت كلمة حماية المستهلك دي كتير قبل كده فده بنسميه جهاز تنظيم المياه والصرف الصحي وحماية المستهلك أو بنختصر بقى جهاز تنظيم المية وخلاص ده ما سئلته عن ايه؟ ان يدير عملية المية واني يتأكد ان تتقدم بكفاءة عالية ويرائب ويتابع ويتأكد بكل حاجة بقى يتأكد المية وصلة صح والصرف الصحي بيتم على أكمل وجه سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص حتى لو في شركة خاصة بتقدم مية بيشرف عليها لأنها جهاز بلد فده بنسميها Egyptian Water Regulatory Agency E-W-R-A أورا حلوة الأورا دي يعني عارف لما اتكلم واحد وتقول لها انت شكلك أورا هي الأورا بقى دي فهي أورا بتخلي بالها من بتلاحز كل التفاصيل فهي بتمونيتر وبتأكد تنظيم المياه تنظيم المياه بلد برايفت سيكتور اونا ناشنال ايه؟ اونا ناشنال لبل ولا اوه؟ اونا ناشنال لبل يبقى هي اللي بترائب وبتتابع وبتقيم الكفاءة بتاعت الخد الخدمات المائية المقدمة سواء في القطاع الخاص او القطاع العام زي ايه؟ ووتر كواليتي جودة المياه ويست ووتر كمبليانس ان انا قدي ايه بكفاءة كفاءة بقدم بيها الصرف الصحي تارف الى غير ذلك الجمالك او اسمها ايه؟ التكاليف اللي بلمها وغيره هي بتشرف على كل ده هيجي في المتحان يسألك انا ليه عادتها الظرف اي دابل يو ار اي انتيجي في المتحان انا مش بقول لك انا بركز علامة الهدف دي بتيجي في المتحان لحضرتك هيجي يقول لك في السياق الحديث عن المياه والصرف الصحي اي دابل يو ار اختصار ار اختصار لإيه؟ ايجيبشن ووتر جهاز تنظيم المياه وحماية المستهلك طيب مين تاني مين موجود يقف فيه دارة عليا قطاع المرافق تحتي شوية حاجات بقى فيه فرع هنا بتاع ايه؟ جهاز تنظيم المياه وحماية المستهلك ده مسؤول عن ان يتابع الاداء بتاع تقديم الخدمات المياه فيه الشركات المختلفة للمياه الشركات عموما المسؤول عن المياه والصرف الصحي طيب زي ايه؟ زي الشركة القبضة مثلا تاعت المياه اللي عندنا الشكلة عايز اعرفك معلومة سريعة ما عافش ده بقى اللي كنا نقوله لو فيديو طويل شوية كلمة شركة قابضة اللي هي الهولد كامباني كلمة هولدين كامباني او هولد كامباني شركة قابضة يعني شركة تحتها او تمتلك اسهم في شركات كتير تحتها شركة تمتلك شركات اخرى هي مش شركة مغالبة مش هاي اللي بتنفذ الحاجات على الارض الواقع هي بتشرف على شركات كتير فدي منسميها الشركة القابضة لمولك الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي في مصر فاعرف ان دي تحتها مؤسسات اخرى هي شركة عليا كدهو شركة شبه الشركة الام عشان فيه فروقات تقنية في الموضوع ده فيه فرقة بين الشركة الام والشركة القابضة بس اعتبرها شبه الشركة الام كده وتحتها افرع تانية او شركات اخرى بتنساق وراءها وهي تمتلك اسهم فيها وبنوعبها نقول لك تفاصيل اكتر من كده الاسهم اللي تمتلكها دي يجب انها تكون قادرة انها تتخذ قرار في واحدة منهم على الاقل خصة كده من ما لكش دعا بيها فالمهم زي اشتركة القابضة للمياه مثلا او اشتركات المياه عمولة اللي في مصر بيعملوا ايه هم دول بتاع الابريشن شفت بقى ان السؤال هنا مش يبقى حفظه مش يبقى حفظه ليه لو واحد فهم يعني ان اليوتيلتيز سيكتور ده بتاع المرافق الكبير فوجاله سؤال بيقوله مين اللي بي اوبريت اكيد مش ده اللي بي اوبريت اي حاجة تتعطل بيعملوا منترنس طيب بريبليسمنت اند ريهابليتيشن ما ده يعني ندرك تحت المنترنس الصيانة ان انا لو حصل حاجة بايزة بستبدلها ولو حاجة ضاعت خالص وبازت يعني واتدمرت ابدأ اعملها اعادة تأهيل بحيرة بقى نفق اسم ايه قناة بتاعت مياه ترعت مياه مصرف الى غير ذلك بيعملوا تقييم اسسيسمنت اف نيدز بيعملوا تقييم للاحتياجات وفقا للخطة الام بينفزه بنفزه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مين دول دي الشركات بتاعت المياه والصرف الصحي عندنا بقى قطاعات جوه اكبر شوية يعني مش مجرد شركة عادية بتاعت المياه تنفز مشروعات صغيرة او متوسطة عندنا حد مختص من المشروعات الضخمة ده بنسميه قطاع كامل للتنفيذ بنسميه الهياكل التنفيذية الهيكل التنفيذي جوه الشركات او جوه الوزارة اسمه انتتي يعني هيكل او كيان كيان تنفيذي بيعمل ايه بينفذ ويطبق ويلقي الموضوع على أرض الواقع للاستثمارات للمشروعات الضخمة للبيج والميجا المشروعات التعميرية الكبرى أو الحضارية الكبرى المدن وغيره ايه بقى ايه الاختصار ده ايه الاختصار ده الشركة القبضة للمياه والايه اصار في الصحر ووسc تقريبا ايه دي مشهور اوي الكلمة دي انا بقراها على طول وووتر طبعا ووتر سيرفس كوربوريشن مش كامبني غليبا دي لا دي كوربوريشن لسبب ميام بس المهم فدي الشركة بتاعت خدمات المياه ودي الشركة القبضة للمياه والمياه والصرف الصحي ايه المهم فبينفذ المشروعات وفقا للخطط التي وضعتها هذين مؤسسات من ناحية المياه يعني زي ايه ينفذوا عنه مشروعات او الميجا بروجيكتز حاجات الضخمة قوي زي المشروعات شبه بحر البقر كده فحنا عايزين ننفذ مشروعات اسمها ايه معالجة للمياه بتاعت الصرف اللي خرجها من مصارف معانا بدل ما تصب في البحيرات نخليها نعيد تدورها زي ايه بقى مشروعات تانية جديدة هناخدها النهاردة الجبل اللاصفر ويه ابرواش اللي اتنين دول الجبل اللاصفر بيتم معالجة اثنين ونص مليون متر مكعف في اليوم يعني تقريبا قد نص بحر البقر محطة ب حر البقر الكيان عليها الدرس اللي فات فده حلو قوي ده وابو رواش واحد وستة من عشرة مليون متر مكعف في اليوم برضو حلو حاجة حلوة جدا فيجي اسألك مين المسؤول عن ان يعمل مشروع الجبل اللاصفر هتفكر ده عبارة عن مشروع صغير ولا متوسط ولا كبير لو صغير ومتوسط كنت اقول ووتر انساني تيشن كامبينيز لكن ده مشروع ضخم ميجا او بيج بروجيكتز او ميجا بروجيكتز فده اللي عمله اللي جوه الايه الوزارة طيب ابرواش نفس الكلام عشان الكامده هيجي في الاسئلة الله هم هالبلغت نيو اربان كوميونتيز اوتي الادارة بتاعة ايه الادارة بتاعة المجتمعات العمرانيه الجديدة اني يو سي اي نوسا والله انا لسه مقرأ حاجاتي معاك والله نيو اربان كوميونتيز اوثورتي فنوسا دي بتعمل ايه بقى الشركة دي او القطاع ده جوا الوزارة مسؤول عن المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الحديثة زي العلمين زي القاهرة الجديدة زي العاصمة الادارية هو ده المسؤول بقى عن يعمل ويوفر كل الخدمات وينفذ الخطة العامة بتاعت الـ Utility Sector اللي جوه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هو ده المسؤول عن ينفذ بقى الرؤية الكاملة على مجتمع عمراني كامل فتشفت الوزارة الزيئة مترفة مع بعضها؟ والله الناس بتفكر Utilities Projects Implementation and Management in New Cities بينفذ بقى كل المشروعات والخدمات دي والمرافق دي كلها المشروعات بتاعتها على المدن الجديدة such as new العالمين العالمين الجديدة New Cairo City القاهرة الجديدة New Administrative Capital City العاصمة الإدارية الجديدة Et cetera وهكذا طيب ده كلام حلوه يسألك على أي حاجة تعرفها الجواب مين اللي عملها؟ يا رب ما تنساش طيب Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية للوزارة إني هنعمل فيها إيه؟ وزارة بتتكلم عن المرافق وحن نتكلم خاصة النهاردة عن أهم مرافق فيهم وهو الميا نوصل الميا للبيوت وصار في صحي فيبقى هدفنا نطور وننمي توصيل الميا مية الشرب والصرف الصحي خدمات الصرف الصحي نطور ونحسن الأنظمة الإدارية ندير عملية الميا بشكل جيد وبشكل أفضل ونطلعها بجودة أحسن ونخلي الناس اللي بيزودوا المواطنين بهذه الخدمة سواء صرف صحي أو مية يزودها بخدمة أفضل ونبدأ نقوي الإطار العام بتاع المؤسسة دي أو قطاعنا كله الوزارة كلها على المستوى القومي يعني نعمم تنفيذ هذه الرؤية أو هذه الاستراتيجية على البلد كلها مش مناطق دون الأخرى فهتلينا نتكلم تحت عن تطوير الريف وعن تطوير الحضر كله على حد سواء هيبدأ يكلمك ده عن أسئلة بتيجي في الامتحان جدا عن حتة مهمة قوي عندنا مية وصرف صحي هناخد المية نتكلم هي موجودة ناس قد في مصر نسبة كم في المية من الشعب بيوصلوا مية ونسبة كم من الشعب بيوصلوا صرف صحي وهنبدأ نقول المية اللي بتوصل للشعب كم في المية بيحصل على المية دي دلوقتي مقارنة بكم في المية كان بيحصل عليها في 2014 قبل بدء المرحلة اللي احنا فيها حاليا 2014 بعد إيه بعد الانتقال في انتقال السلطة للسلطة الحالية الموجودة دلوقتي حصل اسمها ايه ترانسبورتيشن كده للحكم يعني عشان كاي بيبدأ دايما الكلام من 2014 هو المنهج بيتكلم عن كده فهيقول لك 2014 مقارنة بدلوقتي عشان نعرف التقدم اللي حصل أو الوضع الاختلاف اللي حصل فيه ايه وانا هنعمل الكلام ده في المية وانعمل الكلام ده في الويست ووتر او اللي هو الصرف السحلي فهتلاقي بيقول لك ووتر كافريج من 2014 ل 2021 هنا كانت ايه واصبحت ايه ووتر كافريج يعني تغطية المية قد ايه ناس من المواطنين بتاع مصر كان في المية منهم بيوصلوهم مية حلوة تتشرب فقال لك ايه تقريبا في 2014 كنا سبعة وتسعين في المية من البلد بيوصلها مية احنا من يومنا الحمد لله عندنا مية سبعة وتسعين في المية ده حلوة جدا بيقول لك بقى اجمالي المية اللي كان من انتجها ساعتها اربعة وعشرين وسبعة من عشر مليون متر مكعب في اليوم تسع مليار متر مكعب في السنة تقريبا للماء 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 تاعت الشرك او الماء تاعت الاستلاك اللي هو الايه الانساني اللي حم نستخدمه في البيوت اجمالي الطول بتاع الشبكات الشبكات التوصيل الماء في مصر المواسير اللي بتخش البيوت وبتخش المحطات الكبرى وتتوزع وتعمل اجمالي الشبكات والنتورك بتاعت الماء اللي في مصر ساعتها كانت مية تمانية وعبعين الف كيلو متر خلي بالك بيجي يسأل عن النسبة وبيسأل على طول الشبكات سواء 2014 او سواء 2021 فالرقمين للأسف هتحفظهم معلش اتعب معي ومنطقيين خلي عندك سنس سبعة تسعين ومية تمانية واربين الف كيلو متر عارف يعني ايه من اسكندريا الاسوان الف كيلو متر تقريبا طول مصر يعني عندنا شبكات لنقل الماء قد طول مصر مية تمانية واربعين مرة ده رقم كبير جدا يعني طيب طب حاليا الفين وحد وعشرين حاليا دي بنتكلم كمنهج المنهج يتحط في الفين وحد وعشرين فحنتكلم من وجهة نظر دي اني حاليا لو جاء لك مصر حاليا قد ايه ب يتغطيها الماء يعني الماء التصل اللي كان في مئة من السكان تمانية وتسعين وسبعة من عشرة حصل التقدم بواحد وسبعة من عشرة زيادة ده رقم حلو جدا اجمال الماء اللي بنتجة النهاردة بدأ ده مالكاتة 24 وسبعة من عشرة مليون في اليوم بقت تلاتة وتراتين وستمع عشرة مليون في اليوم بس طبعا ده مش على ظاهره لان السكان زيده خلي بالك طيب اه فالزيادة دي كانت لازم تحصل تسعة مليار في كتناك تسعة مليار متر مكعب في السنة بقى انا احنا هنا تنصر وتنين من ع متر مليار متر مكعب في السنة الرقم ده بتسد عليه في الامتحان تتاتة وتراتين وستة ده جي كتير اوي اوي يقول لك مصر حاليا اكيد تركز على حاليا اكتر من زمان هو بيسألك على حاليا دي اوي مصر حاليا بيغطيها المية بتوصل الى 98 و 10% من السكان اللي هي بتنتج يومياً 33 و 36 مليون متر مكعب من المية بإجمالي طرق لتوصيل المية او شبكات لتوصيل المياه للبيوت وغيرها بإجمالي 180 ألف كيلو متر الرقم ده جيف في الامتحاني جي عشرين مرة الصفحة دي تركز عليها قوي هي واللي جاية اغلب الاسئلة فيهم طيب دي كده بتاعت المية عايزين نتكلم على الصرف الصرف الصحي الصرف الصحي اضعف اكيد لاني مش كل الناس بيوصل اللهمية عندها صرف في ناس لو روحت الارياف بتليهم بيحطوا في ايه بيحفروا قدام البيت كده يعني مكان ما بيحفروا وبدأ الصرف يتصب فيه ده الصرف الصحي العادي كمان والمية نفسها ممكن تتصرف في طرق كتير او مختلفة ممكن يودي مواسير للترعة يودي مواسير للبحائرات اللي عنده الى اخرية فمش كله عنده صرف صحي بشكل مميكن فالسانيتيشن كفريج او الويست ووتر كفريج حوالي خمسين في المية في الفانوه Hayden 2014 اصبح الان ستة وستين وسبعة من عشر التي يمكن ان تقرب الى سبعة وستين عشان لو جاءتلك برضو كان خمسين في المية من البلد بس هي لعندها صرف صحي قالف نورة اصبحنا النهاردة ستة وستين سبعة من عشرة بس النسبة دي من اجمالي البلد خلي بالك من النقطة دي اجمالي البلد كلها لو جاءنا بصنا تلاقي الخمسين في المية بتاعت ούμε الفانوهY Assafahy لنصوت البلد عنده صرف صحي لكن نصنص ده كله اغلبوا من الحضر يعني مش النص بالتوزيع المتكافئ لأ انه خمسين في مامي مصر. بس كل الخمسين في المية اللي عندهم تقريبا كانوا حضر والخمسين في ال الفمية اللي معنده مش تقريبا كلهم كانوا ارياف. فهتلاقي بيقسم لك هنا تقريبا تسع ع تسع ع سبعين في المية من الحضر. فيه صرف صحي. في حين اتنشر في المية فقط من المناطق الروีلر او اللي هي الاسمها الريفية كان فيها. فانت الخمسين في مية بيصبوا اغلبهم يعني اعني قول اربعين في مية منهم بيصبوا في الحضر وعشر في مئة بس هم الموجودين في الايه في الرورال أظنك راجل مهندس فانتفاهم لعبة النسب دي يعني مش محتاجة شرحة يعني جميل بس دي نسب ملاحش علاقة بدول كل واحدة مهم من فاصل يعني هنا تسعة وصعبين في مئة من الحضر في صرف صحي وتنصر في المئة من من الريف هو اللي في صرف صحي بس والبقى كله ما عندوش فاهم المصر بقى على بعضها كلها اوفر اول خمسين في المئة فاهم قصدي متحفظ الرقم ده مش هيجي ان شاء الله هنحفظ بقى طول طول الشبكات طبيعي شبكات المية طبق اكتر من شبكات الصرف انت بتدخل المية لاماكن كتيرة قوي لكن المية كلها ممكن تخرج في الاخر في مصورة واحدة فهتلاقي في الاخر اننا النتورك التوتال لينكس بتاعه او الطول النهائي للشبكات الصرف الصحي هتلاقي اتنين واربعين الف الفين واربع تاشر اصبحت الان خمسة وخمسين الف الرقم ده بتسئل عليه كده جده 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 يقولك حاليا اولا الصرف الصحي يغطي كم من مصر ستة وستين وسبعة من هشرة في المية واللي هي بواقع ستة وتسعين في المية من المدن الحضرية وده رقم انجازي ان ده نهارده ناعدا بفيش بيت في مصر في المدن الحضرية القاهرة والجيزة وقاهرة كبرى عموما ما فيوش صارف صحي ودول اغلب السكان اصلا فتقريبا تسعين في المية من المدن الحضرية او سكان الفّو الدلا Deus عايشين في المدن الاربان عندهم صرف صحي في حين ان احنا كنت نصر في مية في بس اللي عندهم اصبح نهاردة اربعين في المية عندهم. الريف دخلوا صرف الصحي بشكل حلو يعني. فده انجاز برضو. اه اه قلنا اني الاجمالي بتاع الشبكات كانت اتنين واربعين الف اه اه طول الشبكات تاعتني المية بتاعت الصرف الصحي اصبحت خمسة وخمسين الف هنا. يبني عندي شيء ارقام مهمة. بص كده. عندي حاليا مئة وتمانين الف. حاليا حاليا. مئة وتمانين الف شبكات بتدخل مية للبيوت وغيرها. بواقع تلاتة وتلاتين ستة من عشر مليون متر مكعب يوم تمانية وتسعين في مية من السكان عندهم تمانية وتسعين وسبعة من عشر عندهم مية. طيب. في حين ستة وتسعين وسبعة من عشر عندهم صرف الصحي. باجمالي خمسة وخمسين الف كتوتل طرق او كتوتل نتورك شبكات بتوصل الصرف الصحي للبيوت وغيرها. ده اللي انا محتاج تحفظه كويس قوي 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 قوي. عشان لو جالك في امتحان. وبرضو لو قابلنا حاجة هنرجع تامي عشان نتأكد عليها. يقول لك بقى الوزارة بتاعتنا. ايه الاستراتيجية بتاعتها? الاستراتيج manter authority and sustainability for the sector. اسكر ستي يعنيها جواح او ندرة. او ازمة حتى اعتبارها ازمة عموما. عشان ايه تدير ازمة المية استدامة. واتركها استدامة سست debut for the sector. هنعمل ايه? اك 북한 حانتشتغل على تلاتة او تلاتة تلات ايه اه ركائز رئيسية. اول شيء سنعملها كوزارة. الحاجات دي بيش هر ليها اسر Curtah بتاعتها كثير. alternative sources of drinking water. افهم معي? يعني نعمل مصادر بديلة للمية بتاعت الشرب. زي ايه؟ نحل مئة البحر. في المناطق الساحلية أو المحافظات الساحلية بدل ما ننقلهم الميا من عند النيل نروح نوديها لمحافظة زي البحر الأحمر ونأخذ مصاريف كتير أو في الطاقة عشان ننقل الميا أو نعمل بقى أيا ناكن كلها مصرفات طب ما نخلي بتقع البحر الأحمر يشربوا من مية البحر الأحمر المحلاء نعمل محطات تحلية والناس اللي سكنة في شمال الدلتة خالص بدل ما يوصلوهم من نيل مثلا ولا حاجة فيبقى استيلاك زائد طب ما نخليهم يشربوا زي محافظة مطروح مثلا تشرب من البحر زي ما يقولوا بس يشربوا مية محلاء فنعملهم محطات تحلية دي سالينيشن دي سالينيشن يعني تحلية فبيقولك نجيب مصادر بديلة زي ايه دي سالينيشن ووتر إن كوستال جاورمينس جاورن ريتز في المحافظات الساحلية نعمل ايه مية تحلية للمية جراوند ووتر المية الجوفية اللي تحت دي بديل برضو فمحافظة الوادي الجديد أكبر محافظة في مصر ممكن نخليها اعتمادها لكل في المية على الأبار المكتشفة جديدة طبعا المطادة كبيرة قوي فهمني لأن فيه مخزون تحت مفاشة يعني تضرب فيه بشكل يضر البيئة يعني طيب البيلر التانية يبقى أول حاجة نحن ندور على مصادر بديلة الحاجة التانية نريوز أو نعيد استخدام المية القديمة اللي استعملت بالفعل هي مية تم استهلكة بس هنعالجها ونستخدمها مرة تانية في الغالب مش في الشرب نستخدمها في الزراعة طيب هنعمل ده ازاي هنبدأ نبني محطات لمعالجة المية بالمستهلكة دي أو معالجة مية الصرف المصارف خاصة الزراعية بلاش دايما يجب انك المصارف يعني الصرف بتاع الحمامات بش ده يعني احبش بنتكلم عن ده بشكل أخص احبنتكلم عن المصارف الزراعية ده أهم نقطة لان انت في الحمامات والجودة الاستلاك مش بالحجم بتاع الاستلاك المصارف الزراعية مصارف الزراعية بكمية مهولة جدا من المية بتهدر بلا شيء واخصارة لو عملنا مقارنة هتلاقي مية الصرف الزراعي مش ملوثة قوي انا اقدر عيد استخدامها تاني في الزراع عادي نرفع كفاية المحطات الموجودة يعني نبني جديد ونرفع كفاية الموجود ونرفع جودة المية اللي بتم معالجتها نعملها بقى على الاكواد العالمية علشان نسمح انها يتم عادة استخدامها في الزراع مرة اخرى معالجة المية اللي جاية من الصرف الزراعي عشان نروي بها الاراضي زي ما بيحصل في بحر البقر والمحسامة اللي كانين عليها الاتنين دول من اكبر محطات معالجة المصارف الزراعية في مصر وفي العالم العربي على فكرة وعايز اقول لك في الشرق الاوسط وبحر البقر اكبر حتى في العالم كله حاجة ضخمة جدا بحر البقر والمحسامة اسمها كده الاتنين لو سررشت على جوجل يطلع لك حاجات شكلها جميلة اواء على الفكرة نبدأ نوسع ونطاق عمل توصيل الصرف الصحي للمناطق الريفية دي البيلر التانية يبقى اول حاجة نشوف مصادر بديلة زي تحديد المية والمية الجوفية ونبدأ نعيد استخدام المية اللي خارجة من المعالجة اللي خارجة من محطات المعالجة الحاجة الاخيرة الريدوكشن فيه اهدار هلك يعني ونحط حاجات على الحنافية كده تخلي المية تنزل تشعرك انها كتيرة وهي كمية والهلا فاهم دي حوارات بقى خدعة كده حيال يعني مدل ما المية تنزل مركزة قوي فيبقى استهلاك عالي قوي في كسافة عالية للمية نبدأ نفريشها كده زي الدوش ايه الفكرة في الدوش بينشر لك المية في حياتك كتيرة قوي فتحس انه مية كتير معيني لو الكيمية دي نزلت في سرسوب واحد ده حتحس انه قليل فهو دي الفيتنجز اسمها سيفينج فيتنجز ديكريس ذالوسز ان بوتابل ووتر نتوركس كلمة بوتابل يعني مية قابلة للشرب بوتابل يعني قابل للشرب بيقول لك نقلل الخسائر او الاهلاكات او الاهدار في المية القابلة للشرب الشبكات بي بتاعتها نقلل الاهدار يعني اللي بيحصل في المية نعمل توسع في ايه ان انستوليشن في تنفيذ وتثبيت ووضع ايه الحاجات بقى نحطها عددات الجديدة المية اللي هي اللي هي العددات الحديثة نبدأ ننكبها في البيوت لان ده بيساعدك انك تراع شوي في استهلاك المية طيب فده كله في البيلر التالتة اللي هي تقليل الاهدار يبقى ننشوف مصادر بديلة نعيد استخدام المية اللي يمفع نعيد استخدامها في محطات المعالجة تحت المصالف الزراعية ونقلل من الاهدار اللي بيحصل ده كده الخطة الستراتيجي بتاعة الوزارة لإدارة أزمة الميا طيب عملنا محطات تحلية من 2014 لحد الآن عملنا إيه لحد 2014 كان عندنا 36 محطة تحلية بتحلي 85 ألف متر مكعب يوميا طبعا الرقم ده مش كبير يعني لو انت عملش في الأرقام كلها بالملايين فالرقم ده حلو بس مش كبير 2021 احنا خليناهم 82 محطة يعني زاد عليهم حبة حلوين هم بتاع 50 ولا حال جميل بقى الإجمالي اللي بن الكباسيتي بتاعتنا أو الإجمالي اللي بنعالجه 917 ألف متر مكعب يوميا ده رقم حلو بدأنا نخش في حاجة ممكن تؤثر معنا شوية ده في اليوم فهم قصدي يعني في السنة هيبقى تقريبا تلت مليار فهم فتا يعني هيفرق حلو كتحلية بس الموضوع مكلف جدا على فكرة محتاج يعني تعمله موزن طب فيه 14 محطة جاري العمل عليهم هيدلنا 518 ألف متر مكعب في اليوم وبالتالي الإجمالي بعد ما يخلصوا الاتنين مع بعض اللي لسه اللي شغلية عليهم لما ينضموا للموجودين في الخدمة بالفعل 14 و 82 كام 96 96 محطة هيددوني كلام بقى الإجمالي يجمع الرقمين دول يدوني مليون و 440 ألف مليون متر مكعب أو 1 و 44 مليون متر مكعب في اليوم ده رقم حلو جدا ده لما يخلصوا بقى ال 14 دول فده يعني انكلام جميء مش هيسألك عليه الركيز الرئيسية لتحليط الماء يعني نعمل إيه بنعمل ده ليه بنعمل ده ليه بنعمل ده بنعمل ده عشان نوفر أو ننلبي احتياجات الماء بتاعت الشرب للمتطلبات الحالية وللحاجات المستقبلية نتيجة الزيادة في السكان يعني نبدأ نشوف بدايل زي تحليط الماء عشان نخلي المحافظات اللي على السواحل تشرب من أها بدل ما ننقلها ونستهلك فلوس في النقل فعشان نستوب لونج ترانسميشن نوقف النقل الطويل اللي بيحصل للماء من مناطق بعيدة عشان نوصلها للبحر الأحمر مثلا أو لمطروح طب ما تشربوا من عندكم فدي الفكرة يعني ما تطمحش انت واحد في القاهرة قاعد فوق النيل قاعد على المفترق الطرق بتاع عدمياته رشيد تشرب ماء محلية لا طبعا نحن نشربها على المحافظات المتطرفة اللي بعيدة خالص يبقى زكاء وحش قوي انت كيالي احنا نشرب الماء المتحلية فتجلنا من محطات التحليل اللي هي أصلا على الساحل تجلنا بفلوس في النقل بعد ما نشرب ناخد من النيل حب نوديهم للمحافظات اللي هناك بالنقل تاني او بيقولك نشربهم بدل الماء السطحية العادية اللي بنشرب احنا من النيل او غيره نشربهم ماء محلاء في المحافظات اللي على الساحل كوستل يعني حاجة على الساحل نوفر ماء تشرب وإحتياجاتها للمحافظات الحضرية الجديدة هنعمل بقى محطات التحليل فين على الخطوط الحمراء دي كلها كل الخطوط الحمراء بص على الساحل ده كله نقط 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 دي كلها السواحل اللي أحمر ده السواحل قد لين احنا دايما بنعمل جنب السواحل ده نقطة 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 والله أقدر ده كمان وتفاصيل بقى كتير مش وقته توتل كباسيتي هيبقى تمانية ونص مليون متر مكعف في اليوم طبعا ده رقم حلو المشروعات المحلية للصرف الصحي هنعمل توسع في إنشاء المحطات بتاعة معالجة الصرف الصحي ونرفع كفاءة اللي موجود منهم بالفعل ومش بس نرفع كفاءتها لا كفاءتها يعني قد تطلع أبود كتير أنا مش عايز كده بس عايز تطلع أبود بكفاءة عالية فأنا هرفع الكواليتي بتاعتها اللاونج فور ميكسن ان رييوزن كالشر أجري كالشر عشان نتبقى مؤهلا ان احنا ايه نقدر نستخدمها في الزراعة مرة أخرى نفس الجملة اللي قلناها فوق طيب دابل يو دابل يو تي بي اختصار ويست ووتر تريتمينت بلانت يعني محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي مين الكم واحدة خلصت بالفعل كمبليتد عندنا خمسمائة وعشرة محطة للمعالجة زي أشهر حاجة الكريمة عليهم بحر البقر والمحسمة وأبو رواش والجبل الأصفر كل دول طيب ثنائية وثلاثية دي تفاصيل مش عليك تطلق بتديني في الأخد ستتاشر وثلاثة من عشر مليون متر مكعب بيتمي معالجتهم يوميا طيب حاجات شغالين عليها بالفعل في المرحلة الأولى في المرحلة الأولى أو المشروع حياة كريمة المشروع حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة لن نتكلم عليها كمان شوية تيمتين ثمانية وتسعين محطة شغالين عليهم بالفعل هيدوني ستة وستة مع عشر مليون متر مكعب في اليوم مش تسيري على الأرقام دي كلها تحتاج بس تعرف ولو تسألت عليها مش مسؤول بقى يا بجتش قبل كده طيب ده كده الحد هنا كلام عن المياه والكلام الحلو ده كله نتكلم بقى عن مبادرة حياة كريمة بييجي في انتحان دايما نسألك عليها يقول لك مبادرة الهدفة ترفع الكلام الحلو عند الشعب كله خدمات بقى وصوم مية وكهربة وغزو وطرق ونقل كل حاجة توفرها للشعب بشكل لذيذ دي اسمها مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة تنمية متكاملة قومية في الرورال ايجبت لمصر الريفية بالأخص والمصر عموما باسم حياة كريمة او ديسنت لايف لو عايزت ممكن تجي لك حياة كريمة ككتاب عربي يعني انجليزي معرف كده او تكتب لك انجليز انجليزي ديسنت لايف يعني حياة كريمة ديسنت يعني كريمة او حلوة بيقول لك المبادرة مبادرة حقيقية دي المبادرة اللي احنا عملناها يعني بادرة الدولة بفعل هذا ايه اهداف المبادرة بتاع الحياة كريمة كلام بقى عام كله انه حنرفع حياة المواطن وكفئتها نعمل بنية تحتية وخدمات حلوة نرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن نعمل تطوير اقتصادي اجتماعي خاصة في القرى الفقيرة ونرفع الوصول ان كانت الوصول للخدمات الاسسية زي الصحة والتعليم والمية والصرف الصحي نوفر للناس local manufacturing صناعة محلية ونوفر لهم فرص عمل بص مش محتاج تحفظها ما فيش اي حفظ طيب ايه الكريتيريا اللي بنختارها على اساسها المدن والمحافظات والقرى اللي هنطبق عليها الخدمات بتاع الحياة كريمة ونديها الدعم بتاع حياة كريمة criteria of selecting دا ديستريكس يعني قطاعات او احياء مدن يعني او حتة صغرى حاجة تحت المدينة كده villages اسمها ايه قرى for the first phase ايه الحاجات اللي نختارها على اساسها الفقر او البوفرتي مستوى الفقر اللي نختار افقر المدن واللي فيها كسافة سكانية عالية ومستوى التعليم لما يكون منحدر او فبنختار دين طورها الاول بيعليها الpriority يعني المدن التي تعيلوها امرأة يعني المعيل او العائل بتاع الاسرة او نفس المعنى هل فيقداروا يوصلوا المية قابلية للشرب ولا لا دول بيقاليوم اولوية لو ما فيش وامكانية توصلهم لخدمات الصرف الصحي دي المعايير اللي على اساسها بنختار انه مدن هنطورها الاول هنعمل ايه في حياة كريمة اذا هي مبادرة او برنامج متكامل بيشمل الاتي كهرباء طرق شباب ورياضة ونعمل لهم مركز شباب ونوادي housing rehabilitation نعمل لهم اعادة تأهيل للعشويات والمدن دي ونبنيها من جديد للاسكان زي سكن كريم ده مبادرة معمولة برضو فرعية مبادرة فرعية تحت يعني ده project تحت البروجيكت تحت البروجرام الكبير اللي اسمه حياة كريمة البروجرام ده اكبر حاجة تحتيه بي اشوية مشاريع طيب لو هي مدينة مثلا محتاجة بقى ازراعة وكده فبنعمل لها طرع وقنوات مصارف رعية صحية تعليم نوصل لهم الغاز للبيوت لو ينفع يعني حط لهم مباني لخدمات الحكومية مش لازم يسافر للقاهرة عشان يعمل خدنا معانا لا يبقى عنده بدايل او مراكز ايه وسيطة ميا ايه ميا قبيل الشرب وخدمات صحية او مياه بتاعر خدمات صرف صحي جيدة اللي بيشارك في العملية دي من ضمن حياة كريمة الووتر اند ويست ووتر سكتور كونتروبيوتنج في العملية دي ده الشاهد من الموضوع يعني نحن هنشارك في المياه هنا هنشاهد الشارك نحن نعمل دي طيب حياة كريمة تعرفها ايه بقى قالك هي برنامج رئاسي الطرح من قبل الرئاسة المصرية هنا هنشارك اطلق وبدأ عشان يطور الريف المصري حياة كريمة مبادرة حياة كريمة عشان يوفر حياة كريمة للمواطنين على مستوى البلد كلها بانه يرفع جودة الحياة والخدمات المقدمة للمناطق الرئيفية ويوفر التنمية المستدامة لجميع المحافظات والمدن اسمها ايه ديستريكس انا مش مركز قطاعات عارف من قولك انا منطقة المطارية منطقة عينشة الاحياء تنفع كده مهم يعني او مراكز التعريب ده اللي معرفها هي القطاع الهندسي او اللي هينفذ القصد الحياة كريمة ده اللي هينفذ المبادرة دي هي وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي اللي هتنفذها وده منطقي يعني هي المسؤولة عن كل حاجة فيها تقريبا بالتعاومة حاجات تانية يعني هم نتشارك مع بعضنا في حاجات الوزارات كلها بتدعم يعني في الغالب بتلاقي اغلب البرامج الكبيرة بتشارك فيها ستة سبع وزارات مفيش حاجة بتتعمل بوزارة الوحدة كده الى نادرا يعني فهتلاقي هنا مثلا بيتشارك دول بيتشاركوا مع وزارة الصحة مع وزارة التعليم مع وزارة اللي مش عارف ايه فاهم قصدي هايجيلك في الامتحان سؤال يقول لك ايه ولا خليه ما يجحسن يقول لك فيه مشروع فيه برنامج بروغرام كده كبير اسمه ايه اه كتشنر كتشنر ده شارك في كذا وزارة وزارة الصحة مع وزارة اللي مش عارف ايه هيقول لك ايه الوزارة الوحيدة اللي مش عارف ايه هيبقى هتقول له وزارة النقل لان ده السؤال ده جيف ايه الدكتور قاله بالشافه ايه في المحاضرة فهو اخذ الكلام بالحرف وحطولك كسؤال عشان تتسئل عليه يعني اما يجي سؤالها والهولا هتحفظه يعني النشطف ديه المبادرة دي تارجتين كام بالتارجت ايه ان توصل لعشرين محافظة يحصلوا على خدماتها بمجمل مية خمسة وسبعين منطقة كبرى بمجمل اربعة تلاف وخمسمائة قارية تحتها تسعة وعشرين الف وخمسمائة قارية فرعية ساتيلايت سناش معناها امار صناعية معناها قرى فرعية اللي هيستفيدوا منها البينيفشاريز الافراد اللي هيستفيدوا من المبادرة تحت حياة كريمة تمانية وخمسين مليون بني ادم مصري عندنا فقر كتير جدا نحن فقر قوي يعني هنستثمر فيها خمسين مليار دولار ده رقم خيالي بس في مكانه هنستثمر من الخمسين دول عشرين كاملين في المية فقط في المية والصرف الصحي تخيل فمن الخمسين هنستلك عشرين منهم كاملين في المية والصرف الصحي شفت اهمية المية والصرف الصحي الارقام دي كلها بتجي في امتحان خاصة عدي معي عشرين محافظة تمانية وخمسين مليون بني ادم ده هيجي وش السؤال ده في امتحان عدد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة تمانية وخمسين مليون بني ادم هيجي في الكوز ده كمان ساعة اجمالي الاستثمار خمسين مليار كام في المية عشرين استقام حاجة الاتين دول الاتين دول بيجوا دايما مين المحافظات للاستفيد ضمياط وقليوبية ومينيا واسيوت ولقصر واسوان وبنيسوف والفيوم والغربية وكفر الشيخ حاسنا في ايه في الازاعة ساعة القرآن الكريم والقصيري والبويتي والدخلة والخارجة والفرافرة احب الفقرة يقول لك هنا مين الامبليمينتج انتتيز اللي كارلين عنهم مين الهيئات المنفذة او التنفيذية اللي بتنفذ على الارض الواقع المشاريع اللي كانت موجودة في نص الشاشة لو انت فاكر فوق قال لك اقول حاجة الشركة القبضة اللي هي بتاعت الشركة القبضة المياه والصرف الصحي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يا حلاوة يعني الناسونال او رجانيزيشن تقريبا اوف بوتابول ووتر اوثورتي تقريبا انسويج تقريبا برضه فاهم فيها حاجة كتير اي بص الا هي القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بش عارس دي لنا تعايد وخلاص سي اي بي دابليو برضو دي معناها كونستركشن اوثورتي تقريبا كونستركشن اوثورتي اوف بوتابول ووتر الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروعات لطبع المياه يعني كل دي شركات وهيئات معنية بانها تنفذ المشروعات القاومية بتاعت المياه. دول دول اللي هينفزوه على أرض الواقع في الغالب ينفزوا المشروعات البيج أو الميجا بروجيكتس. سب اللي مينفز الحاجات الأصغر شوية اسمه إيه. الكمبانيز العادية طيب الجهاء في بقى حد تاني اسمه إيه الجهاز المركزي للتعمير كونستراك هو هنا مش مش كاتب ولا إيه. قرب كده آه لي كاتبها. درجة الجدعة هنا أو سنترل ايجنسي فور ري كونستراكشن. سنترل ايجنسي فور ري كونستراكشن. أشياء ممكن يجيلك في امتحان. اللي هو كار ده. سنجد شرب كده ده بيعمل ايه بيعمل كل الخدمات للباية اللي غير المياه دول بيعملوا المياه والباية ده بيعمل أي حاجة غيرها الجهاز المركزي للتعمير كل دي مؤسسات موجودة في مصر حقيقي يعني مؤسسات كبيرة كمان طيب كده كلام جميل كونستراكشن كومبليتد. ايه الحاجات اللي احنا اتمامنا بناءها بالفعل في جانب الريوز ان احنا نقيد استخدام الماء بتاعة المصارف عملنا مصرف بحر البقر محطة معالجة مصرف بحر البقر بتدينا يومياً خمسة وستة مع عشر مليون متر مكعب في اليوم اظن لازم تكون حافظة الرقم ده من كتر ما احنا قلناه الدرس اللي فاتوا اللي قبليه وغيره والمحسمة كلمنا عليها برضو محطة لمعالجة اسمها ايه مصرف المحسمة بمجمل واحد مليون متر المكعب بيعالجوا يومياً ده رقم ضخم جداً حلو يعني فطبعاً بحر البقر اكبر حاجة في العالم دي بقى ايه حلوة برضا طيب ختاماً فيما يتعلق بالسكتور فريمورك الاطار العام بتاع القطاع بتاعنا ويار كارنتلي ووركينج ان ذي ديفلوبمنت اوف ناشنال ووتر ان سانيتيشن ووتر سانيتيشن سيكتور ستراتيجي بنبدأ بنشغلين حالياً على نحن نحط خطة كاملة للمية والصرف الصحي في استراتيجية عامة بقت على المعايير الدولية بتاعت القطور العالمية الاس دي جي الاستراتيجي عشان نعمل بيها ايه توورتز افشنتلي ميتنج توينتي ففتي نيدز عشان نوصل نحن نحقق اهدفنا في الفين وخمسين فعلاً ان امبروف ذا بيرفورمانس of the ايجيبشن ووتر ان سانيتيشن سيكتور وكمان نرفع كفاءة المياه الموجودة في مصر والصرف الصحي قطاع المياه والصرف الصحي الموجود في مصر تو اتشيف عشان نحقق بيه the sustainable development goals او جول الهدف بتاع التنمية المستدام اللي هو رقم ستة بوينت تو اللي بيتكلم عن المياه والصرف الصحي كيف نعليه في اول درس خالص فاحنا هنا بنحاول نمشي زي الاتر العالمية العالم كله بي اسك تطوره النهاردة بشكل معين حتى لو انت وضعك مختلف ولكن العالم مش يفهمك ولا يعرف يقيمك صح ولا يساعدك حتى لو انت عايز مساعدة ولا تنتقل الخبارات وليك الا لو انت است نفسك بالمعايير بتاعته وهي ايه معايير التنمية المستدامة والكيبي ايز والاس دي جيز وغير ذلك فاحنا بنحاول نحقق هدفنا في الفين وخمسين نحط رؤية كاملة لده ونحاول نمشي على ذلك استندا الى الهدف الاس دي جي ستة بوينتو اللي بيتكلم عن المياه والصرف الصحي and develop the action plan to assure the effectiveness of service delivery ونتأكد ان احنا ايه نرفع جودة توصيل وكفاءة توصيل الخدمات and lead the sector development ونوصل بالقطاع ده لأعلى تطور ممكن شكرا ده شرح الكلام بالاختصار شديد لحد هنا خلصنا اقرأ الاسئلة هتلى الاسئلة كلها سهلة خالص ومباشرة على اللي احنا قلناها تعاني اقراها مع بعض طيب تعالى على الاسئلة هنا هتليه بيقول لك في اول سؤال مفووبة كون سمعت الشرح اتمنى يعني عشان انا هنجز بسرعة بيقول لك في كام مصري يستفيد من مبادرة حياة كريمة السؤال ده يجي في امتحان تمانية وخمسين مليون لسه متكلمين عليه من ديئة بالظبط طيب بيقول لك بقى ايه وفقا اكوردنج تو دم منستري اوف هاوسين وفقا لوزارة الاسكان المية اللي موجودة في مصر بتوصل لكان في المية من الشعب المصري حاليا تمانية وتسعين تقريبا في المية تمانية وتسعين سوعة من عشرة فالاجابة هي تمانية وتسعين في المية بيوصل لهم مية طيب طول الشبكات بتاعت المية كام كيلو متر كام الف كيلو متر احنا قلنا بكده ان الشبكات بتاعت المية حاليا مية وتمانين الف كيلو متر دي اجمال الشبكات اللي بتوصل المية للبيوت وغيره وكانت كام زمان كانت مية تمانية واربعين سياك من الرقم ده هي مية وتمانين دلوقتي في بقى الاجابة مية تمانين السؤال ده بيجي في متحان كتير قوي واكدت عليه انا بشرح وفقا لوزارة الاسكان السيويتج ووتر كافريج الصرف الصحي موجود في مصر حاليا كم في المية من مصر فيها صرف صحي ستة وستين وسبعة من عشرة اللي هي تقرب الى سبعة وستين فالاجابة في رأيي انا سبعة وستين لو سؤال ده جي اختار سبعة وستين ليه هنا ليه ليه الدكتور كاتب كوريكت وهي نان دي كانت غلطة غالبا لان في سؤال تاني مكتوب هنا بين قوصين الفين واربعتاشر فهو كان في مرة تانية ممكن دي نسيها او حاجة كان بيصل على الفين واربعتاشر هل احنا ساعتها كنا سبعة وستين لا احنا كنا كان خمسين في المية فكانت كل اجابات غلط نختار نان لكن هو بتكلم حاليا لو جالك السؤال كده قصده حاليا مصر الصرف الصحي بيوصل لكام في المية منها بيوصل لستة وستين وستين وسبعة من عشرة اللي هي اجمالا او تقريبا سبعة وستين في المية فالاجابة ايه ده رأيي والله اعلى مش بسؤول عنه طبعا اه توت الطول بتاع الشبكات اللي بتوصل الصرف الصحي للبيوت كم الف كيلومتر قلنا خمسة وخمسين الف كيلومتر السؤال ده جبنا كتير قوي قلنا رقمين مهمين طول شبكات المياه مية وتبين الف كيلومتر طول شبكات الصرف الصحي خمسة وخمسين الف كيلومتر نسبة المياه اللي بتوصل للبيوت تمانية وتسعين في المية وشوية وسبعة من عشرة الصرف الصحي اللي بيوصل للبيوت حاليا ستة وستين وسبعة من عشرة شفت الموضوع سهل او في الحفز والله جدا لو كررته كتير بس ايه محطة اللي بتعالج الصرف الصحي بتاع الصرف الزراعي قصدي وبتعيد استخدامه مرة اخرى وانتجه يوميا خمسة وستة وعشرة مليون متر مكعب في اليوم دي محطة بحر البقر اكبر محطة او مشوف خمسة وستة اختار بحر البقر مباشرة طيب اه وفقا لايه لوزارة الاسكان والمرافق والاسمها ايه المجتمعات العمرانية من اللي بيحدد السياسات الداخلية تحديد السياسات دي من مسئولية مين مسئولية القطاع الاكبر جوه جوه الوزارة اللي هو بنسميه قطاع المرافق ده الطريقة اللي حفزتلك بها الموضوع ايه المبادرة اللي هتوصل المويل كل حتة في مصر مية في المية حياة كريمة مبادرة حياة كريمة بيقول لك بقى الجبل الاصفر وانا بقول لك وابو رواش اللي اتنين دول عبارة عن مشروعات ايه بيك بروجيكس او ميجا بروجيكس مين المسئول عنها عن تنفيذها الامبليمينتينج انتيتيز احنا قلنا ان في خمس حاجات جوه الوزارة لازم تبقى عارفهم وكل واحد فيهم بيعمل ايه فعشان يجي يقول لك مين بيعمل كذا الجبل الاصفر مسئولية مين على سبيل مثال الامبليمينتينج انتيتيز طب ابو رواش الامبليمينتينج انتيتيز اما يتزل السيكتر ده مسئولته ايه ان يدي الخطط العامة والاوتور العامة ويحط السياسات اما لده بتعريجي لتيري اجنسي انه جهاز تنظيم المية وحماية المستهلك ده بيتأكد من جود تقديم الخدمة تحت المية سواء شركات خاصة او عامة طب الشركات بتاعت المية العادية والصرف الصحي ده بيعملوا المشاريع المتوسطة والصغيرة شفت او بيعملوا الامبليشن والمنتنانس برضو اهو ما كملتش مين اللي بي اوبريت بيوصل المية بالفعل على ارض الواقع وبيمنتنانس الموضوع لما يحصل فيه اي عطل او حاجة ده الووتر انت سانيتيشن كامبنيز اللي سمع الشرح يحس ان الكلام بصيت اوي اكدت عليك ساعتها قلت لك احنا حاليا في 2021 اجمالي المية المحطات بتاعت المية بتاعت مية الشرب المية اللي بننتجها يوميا كام تلاتة وتلاتين وستة من عشرة مليون متر مكعب مية بنطلعه يوميا الفكرة ايه باجمالي يتنصروا شوية مليار في السنة اه السؤال ده نسي تقوله لك ما اللي مش موجود في السلايدز الدكتور قاله بالبق كده عدد العاملين في القطاع المية والصرف الصحي في مصر مية خمسة واربعين الف بني ادم وفقا للوقت اللي الدكتور اتكلم فيه لان المضادة الرقم ده زاد دلوقتي فعدد العاملين واتت ذا نمبر اف ام بلويز ان ذووتر ان ويستووتر سيكتور ان ايجبت ان تاوزنز عددهم بالالاف كام مية خمسة واربعين الف والله على ما اقوله وكيل هيجي في امتحان السؤال ده مهم جدا مية خمسة واربعين الف بني ادم شغال في قطاع الطاقة في قطاع قصد المية والصرف الصحي السؤالة مكررة مكور لها تمانية وتسعين في مية بيصال لهم مية مية وتمين الف انا عارف اعايز اقول لك طرية دي حلوة في التدريب والله وفي تعلم اللغات كمان ان تقرى اللي جاب قبل السؤال وتحاول تخمن السؤال تفتكر السؤال فانا اغمض عينك ما تبصش على السؤال خالص تمين وتسعين دي نسبة المية اللي بتوصل للبيوت عموما نسبة المية مية وتمين الف كيلو متر ده اجمالي للشبكات بتاعت المية دي غلطة انا شايف انها سبعة وستين اللي هي سبعة وستين دي نسبة وصول الصرف الصحي للبيوت خمسة وخمسين ده خمسة وخمسين الف كيلو متر ده اجمالي الشبكات بتاعت الصرف الصحي بحر البقر اكبر محطة او اللي هي بتنتج بتعمل معالجة للصرف الزراعي وبتنتج خمسة وستة عشر مليون متر مكعب في الساقه في اليوم بس كده مين اللي بيعمل او مين المسؤول عن المشروعات الكبيرة والضخمة المتوسطة والصغيرة الووتر ان سانيتيشن او بيقولك البيج والميجا او الكبار يعني يبقى الامبليمينتين انتيتيز ارجع لأول الدرس بقى طيب بص الحتر حلوة بيقول لك ان احنا انالايزنج درينكين جوتر كواليتي ان احنا ندرس او نفحص كشركة بتاعت مية لو شركة المية هي اللي هتفحص جودة المية ده ما بيتعملش بواسط الوزارة تاعتنا الوزارة نفسها او اللي هي المينستري اوف هاوسنج ليه لان الوزارة هي اللي بتقدم المية اصلا فلو هي لنفسها اللي فحصت المية يبقى يعني حاجة مش حلوة لازم اللي يفحصك حد من بره عشان ما يحصلش عندك انت تعرض مصالح انت عايز تاخد تقييم عالي وفي نفس وقت عايز تبقى امين وتطلع رقم صحيح ده كده ايه فعشان ما يحصلش ده عشان ما يحصلش ده بنخلي ايه ان اللي يشرف على المعملية دي هي وزارة الصحة مش وزارة الاسكان اصلا لاني وزارة اسكان هي اللي بتفوف هي اللي بتمد المية او بتوفر المية فازاي هي اللي هتشرف على ايه مراجعة الجودة بتاعتها فعشان كيف ليه مش هي اللي بترجعها لان ده تقنصيدرد كونفليكت ايه اف انترست سراع تضرب مصالح طب من اللي بيشرف على عملية مراجعة الجودة بتاعتها وزارة الصحة الصحة والسكان طيب في كيتشنر ما رؤية علاقة بالمنهج مصرف كيتشنر البروجرام بتاعه الكبير بقيتعاون بين وزارات كتيرة قوي زي وزارة الراية عشان هي اللي هتشرف على توصيل المية للبيوت وتوصيل المية للأراضي الزراعية عشان دي لها تراجع جودة المية عشان دي لها توصل المية للبيوت والمساكن وتقاهل الصرف الصحي بتاعها وشبكات الصرف اللي فيها عشان توصلها المية بتاعتها ويقوم المصرف سليم كل دول هيتعاون مع بعضهم لكن ما جابناش سيلة الدكتور ما جابش سيلة ايه وزارة النقل مش هتشارك معنا في حاجة دي بيشمل كله معددة معددة وزارة النقل ما بيتش دخل معنا في الموضوع فده سؤال قاله في العابرة كده في الشرح يعني في كلامنا عن المية وفي سياق الحديث عن المية والصرف الصحي ال EWRA فاكل ما قلتلك ده بنت أورا يعني اختصار لإيه للجهاز بتاع تنظيم المياه اللي بي تنظيم المياه وحماية المستهلك اللي بيشرف على تقديم خدمات المية Egyptian Water Regulatory Agency أكدنا على حاجات دي رحب نشرح مين المسؤول عن في الوزارة تاعت الإسكان مين اللي بي يدير عملية توفير المية للمواطنين الويتر ان سانيتيشن كامبنين طيب ايه المبادرة اللي هتوفر المية لكل السكان حياة كريمة عدد الموظفين اللي شغالين في قطاع المية والصرف الصحي مية خمسة وعبين ألف مين المسؤول عن انه هو يعرف السياسات بتاعت الشركة ده اليوتيلتي السيكتور أسئلة مكررة اجمال المية اللي بنتجها يوميا في مصر تلاتة وتلاتين وستة من عشرة مليون كيلومتر مليون ايه مليون متر مكعب في اليوم عايزة نام الجبل الأصفر ويه أبو رواش اللي اتنين يعتبروا مشروعات بيج أو ميجا بروجيكس اللي بيعملهم ده المكتب التنفيذي اللي بيعملهم جوه الوزارة مين المحطة الكفيرة اللي بتنتج خمسة وستة وعشرة مليون متر مكعب في اليوم بحر البقر نسبة المية اللي في مصر بتوصل مية الشرب بتغطي كام في المية من السكان 98 في المية تقريبا خمسة خمسين ونص بيفكرك بايه خمسة خمسين ونص مليار متر مكعب في السنة ده إجمالي حسة مصر من النيل قلناها في الدروس اللي فاتت حتى هنا بقى بص بيقولك ايه بيقولك وفقا لوزارة الاسكان المناطق اللي بيوصلها صرف زحي في 2014 كان في المية 50 مش موجودة في الاختيارات بقت تختار نن ده كده صح لازم يقولك خلال في سنة 2014 كان 50 في المية في المجاشة موجودة لكن حالياً 2021 كانت 66 و7 و10 فكتت تقربها ل 67 وتختار ايه اللي فوق ده رأيينا الشخصي والله أعلم إجمالي أو الشبكات بتاعت المية اللي موجودة في مصر المية مش الصرف الصحي المية كم كيلومتر 180 كيلومتر 180 ألف كيلومتر طب الصرف الصحي 55 ألف كم الناس عدد الأفراد ليستفيدوا من مبادرة ديسنت لايف أو حياة كريمة 58 مليون بني آدم إجمالي طول الشبكات بتاعة الصرف الصحي 55 ألف ده حالياً 2021 فمن فكرة إيه بس كده خلصنا ولا تنسى الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نتقبل الدرس الجاي دعوتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غالبا مش ننزل حاجة تانية يعني حسنا لو نزلت فيديو الكوز هفكر والله سيبني كده مع نفسي صلى الله عليه وبركاته